هل الصوم يعتبر من الصبر؟ ما في شك الصوم يقولون يجمع أنواع الصبر الثلاثة الصبر على أقدار الله والصبر عن محارم الله والصبر على طاعة الله كلها تجتمع في الصيام فهو طاعة لله وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة لما يجد من الجوع والعطش وصبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله يكف نفسه عن المفطرات عن الماء وهو عطشان عن الطعام وهو جائع يكف نفسه هذا الدليل على إيمانه ولو شاء لا أكل وشرب ولا أحد يدري عنه يروح له بالصفة مظلمة ويأكل ويشرب ما يدري عنه أحد لكن إيمانه بالله يمنعه من ذلك حتى ولو كان خالياً بنفسه وبظلمه ما يراه أحد ما يمكن أنه يقدم على معصية الله لإيمانه الذي يمنعه ويحجزه من ذلك نعلمه من ذلك